الموعد الإخباري أين استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم المبعوث الخاص لرئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بابا غانا كينجيبي الذي حل بالجزائر ظهيرة اليوم وبهذه المناسبة تسلم الوزير أحمد عطاف من رسالة أو من ضيفه طبعا رسالة الخطيئة موجهة إلى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون من قبل نظيره النيجيري بولا أحمد تينوبو بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتندرج هذه الزيارة في إطار تبادل العراء والتشاور حول تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر حيث جدد الوزير أحمد عطاف التعبير عن موقف الجزائر الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي في هذا البلد الشقيق والجار والدعي إلى عودته إلى منصبه الدستوري بصفته رئيس جمهورية النيجر ترجمة نانسي قنقر